بالمناسبة بعد المواجهتين بتوع بوركينة ومطش غينيا قدم تقريره عن المعسكر بتاع المنتخب وأعتقد أنه المواجهتين دول تحديداً كانوا مفيدين جداً لكابتن حسام وخصوصاً أنه عنده فترة توقف طويلة عنده بطولة دوري هيتباحة عنده عدد كبير جداً من اللاعبين اللي ممكن يبقوا تحت المنظار بعد أولمبياد باريس الأولمبياد باريس هتبدأ في شهر السبع اللي جاي وبالتالي هيكون وبعد قصة الأولمبياد ما تخلص خلاص عناصر كتيرة جداً من المنتخب الأولمبي هتكون تحت أمر كابتن حسام حسن ومتفرغة بشكل كبير جداً للمنتخب الأول حال إذا ما اقتنع كابتن حسام بالمستوى اللي هيقدموه في بطولة اللعب الأولمبي تتكلم على عدد كبير من النجوم الدوري المصري عدد كبير من النجوم اللي بيلعبوا أساسيين مع فرق كبيرة في الدوري المصري داعبوا أساسيين والحقيقة يعني أثبتوا وجودهم على حساب كمان أسماء كبيرة جداً وبالتالي بالتأكيد هيكونوا تحت منظار هو اختار إبراهيم عادل وأحمد دبيل كوكا حتى والمنتخب الأولمبي عنده معسكر تحضير لأولمبياد باريس فبالتالي أنا أعتقد كمان في عدد من اللعبة ممكن يبقوا تحت المنظار وهيبقوا أكيد تحت أمر المنتخب الأول وكابتل حسام في الفترة اللي جاية أعتقد إن شاء الله بإذن الله نقدر نصحح أو مش عايزة أقول نصحح يعني نطور خلينا نقول نطور بشكل كبير جداً أو كابتل حسام يشتغل على تطوير المنتخب الوطن ترجمة نانسي قنقر